بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم من زملاء الكرام. في خطوات اعداد ملف الجودة. انا شرحته قبل كده باختصار. النهاردة هشرحه بتفصيل شوية. وفي النهاية هنتعرف على طرق التسليم اللي هنستلم بيها الملفات. كان عندنا الاسبوعين بتوع نص السنة. والاسبوع الاولاني من الدراسة. فكان فيه فترة تلات سبيع. وحنستلم الاسبوع القادم في المواعيد ان احنا حددها ان شاء الله. ملف الجودة. اه وحب بعت لحضراتكم الملف اللي قدام حضراتكم ده. انا حبعته لحضراتكم على الجروب. بس بصورة مضغوطة يعني. يعني هيبقى بالشكل ده كده. انا اهو. حضغطوا. بالشكل ده. اهو. فيوصلوكم بالشكل ده. عشان نيجي نفكوا. مجرد ان بتضغطها بالزرار اليمين. وبروح لاي برنامج من اللي عند حضراتكم. طبعا دي مهارات كمبيوتر اساسية مش المفروضة ان اشرحها يعني. وبنفك الضغط عشان يرجع تاني للشكل بتاعه اللي موجود فوق ده هنا. المجلد ده بما مكتوب هيوصل لكم زي ما هو. يعني اللي انا هشرح عليه. ده اللي هيوصل لحضراتكم. طبعا هتتغير الاسماء. يعني انا هنا كاتب جود التحالب. فحضرتك هتغير كلمة التحالب بالاسم المقرر بتاع حضرتك. بنضغط على المجلد ده. بنلاقي دي المحتوىات بتاعته اللي احنا شرحناها قبل كده ولا انا بعدتها وفيديو صغير. فده عبارة عن اه تسع مجلدات وفي المحتوى في الاخر. طبعا هبدأ به المحتوى ده ملاف لو انا فتحته بالشكل ده كده. اهو. بالبنزر ده. بما مكتوب فوق انا انا مجهزه لحضرتك. يعني في حاجات المفروض عضو يالس بيعملها. انا سهلت على حضرتك. العام الدراسي واحد واربعين الفاصل الدراسي انا كتبته فوق غيرته فوق. كل ده نعرض. اسم حضرتك طبعا هيتغير هنا بالتأكيد. هتحط اسم حضرتك وحتحط اسم المادة. اللي خاصة بحضرتك يعني. هنا الاعلمين ده ده محتويات ملف الجودة اللي هي الاسطوانة. كل حاجة موجودة على الاسطوانة مكتوبة هنا. بالعربي وباللغة الانجليزية. هنا بقى الحاجات اللي في ايه صح او خطأ لو حاجة مش موجودة. طبعا كل الحاجات هتبقى صح لان لازم تكون موجودة. معا ده الجزء اللي هو الايتم رقم خمسة. اللي هو الجزء ده. اللي انا حددته ده. ده مش شرط تكون كل حاجة في موجودة اه في الاسطوانة. ليه? لان اعمال الاختبارات رقم خمسة فقط. رقم خمسة. بالشكل ده كده. اللي انا محدد عليه. اهو بالشكل ده. رقم خمسة. ليه? لان لو كبرت الشاشة شوية كده. دي العبارة عن اه في حاجات لازم هتكون فيها صح. يعني عينة مصححة من الاختبارات. والواجبات لازم تكون صح. ما ينفعش حد ما يكونش اعمالها. نمازج من اجابة الطالبات لاعمال السنة. نموذج الى اخره. الى اخر هزينه. اللي ممكن يكون فيه صحة وغلط بقى من اول هنا. اللي هي نمازج من اعمال الطالبات ازغال حد ما كلفش الطالبات باعمال. او نمازج من اعمال الطالبات ازغال حد ما كلفش الطالبات باعمال. او البشاركة في القاعة الدراسية ما كانش حطت عليها درجات الواجبات المنزلية العروض التوضحية بحوص ميدانية استخدامة طلبات الامقانات الحاسب طبعا دا بحسب المادة الاختبارات اللحظية للكوز فلس المفاجئة دراسة الحالة فرق العمل يبقى من اول الواجبات المدرسية او مشاركة القاعة دا كله اهو اللي هو الجزء بقى اللي ممكن بقى فيه كلام اللي مختلفين عليه اللي هو الجزء ده اللي ممكن يكون فيه صح وممكن يكون فيه غلط هعمله بلون تاني يبقى كل الاستمارة المفروض تبقى صح ما ينفعش ما تكونش فيه حاجة مش موجودة فيها ده كمان كان لازم يتعلم عليه اللي هي الخانة دي يبقى حضرتك اعمال الطالبات او المشاركة في الدراسة او الوجبات المنزلية او بحس الميدانية الى اخره دي بعضهم حسب مش شرط يكونك واحد عمل كل حاجة ممكن يبقى فيه عمل بعض الحاجات اه وحاجات لا لحسب المقرر بتاعه طيب في نهاية هذه الاستوانة بيكون فيه توقيع العضو بالشكل ده ما موجود هنا خلاص طبعا حضرتك انا هشيل التوقيع بتاعي حضرتك هتحط التوقيع بتاعك يعني كل ما كان فيه التوقيع بتاعي انا هشيله فبتدل حضرتك من غير التوقيع حضرتك بتحط التوقيع بتاع حضرتك طبعا الاستمارة دي بقى موجودة على الاستوانة وفي نفس الوقت حط الطبع عشان حضرتك وانت بتسلمني حتسلمني الاستوانة وحتسلمني الاستمارة دي ما وقع عليها من حضرتك التوقيع حي يبقى انت حضارك المسكول عن كل الصح والغلط اللي موجود. يبقى الاستوانة كلها المفترض المفترض. الوضع المثالي ان كلها صح. وهنا بقى اللي في الاختلاف. طب لا اي سبب من الاسباب. حضارك في حاجة ما عملتاش ده ما يقصنيش. حضارك بس بتحط ليش بقى صحي. يبقى تحط غلط. وهتمضي. وتكتب جنبها هنا في الملاحظات. الخانة اللي فيها الملاحظات. السبب ان حضارك ما عملتش فيه الحاجة اللي هو او الجزء ده ما حطتش على الاستوان. فقط لا غير. ادي ش الجودة. حناخد واحد واحد. المجلد الاولاني توصيف المقرر ومحتوى المقرر والمراجع. يبقى بفوت حلاقي فيه التوصيف والمحتوى والمراجع. بلاقي فيه زي ما احنا شايفين خمس مجلدات. واحد واحد ان ده المجلد رقم واحد من برا. فالجزء الفولدر الداخلي. ده اعتماد التوصيف. نفتحه بنلاقي فيه اعتماد التوصيف بتاع المقرر. فيه حنلاقي فيه. انا حتطلق ملفين. حتطلق هتعمل فيهم حاجة? لا. حتلاك مش هتعمل حاجة غير تغييض. لا انا هقول عليه حاضرتك الحاجة اللي هتتغير عند حاضرتك. اهي. انا حلفت نظر حاضرتك للحاجة اللي هتتغير. اهو. هحط لك هنا علامة. هو اسم المقرر لازم يتغير. حدق�zeigt اسم المقرر بطاعة حاضرتك فقط لا supermarket لما هتفتح ده اسم مقرر بس اللي هتحطه. ده اعتماد التوصيف المقرر ده الا كذيمة. لان هو كان اول اعتماد لي كانت خمسة وتلاتين وستة وتلاتين. عحصل اعتماد جديد اللي هو اللي فات اللي موجود ده لكن للاحتياط قدين اهو اسم المقرر هو اللي حيتغير فقط لا خير حضرك بطلوب بدك حاجة تانية هنا لا يبقى ده اول حاجة احنا كده خلصناها ده الاعتماد والتنين دول ملفين ووردز نموذج توصيف المقرر ده بيكون باللغة الانجليزية طبعا وبعض مقررات باللغة العربية مسموح لها زي العربي والشريعة تقريبا اهو احضرك هتعمل فيه حاجة لا ده ثابت بي حاجة هتتغير لا ما فيش حاجة هتتغير بس انا حبيت افتح عشان احنا تشوف الشكل بتاعه تاكد ان اسم مقرر حضرتك الموجود مش مقرري انا يعني انا لو قفلت كده ده حضرتك هتم جاي حسفه وتحط مكانه التوصيف بتاع حضرتك لان ده المقرر بتاعي ده توصيف المادة ان انا بده الرسم فحضرتك بتحزف الملف ده وتحط الملف بتاع حضرتك ده نموذج نموذج اتنين نموذج تلاتة اعتماد المجلس يبقى ازا الاعتماد التوصيف في رقم واحد زي ما هو مش هيتحزف هتغير اسم المادة بتاعت حضرتك وتعطها مكاني اتنين ده مش هتعمل فيه حاجة ده انت هتعزف الملف كله بالكابل وتحط الملف بتاع حضرتك رقم تلاتة ده المجلس بتاع الاعتماد مجلس قديم ومجلس جديد حضرتك مطلوب منك حاجة هنا لا خالص طبعا هنا باين عندي لون ازرق اللي بفتح به ده البرنامج اللي انا بفتح به ممكن شكله مختلف عند حضرتك لانك لقيلها مش محتاج من حضرتك حاجة اهو ده المجلس القديم وفيه المجلس الجديد يبقى ازا رقم تلاتة حضرتك ما تعملش فيها حاجة خالص يبقى رقم تلاتة اكنا ما تبصش فيها مش محتاج التوصيف المختصر ده هتبص فيه لانه هتغير اسم المقرر بتاع حضرتك في عنوان الملف ده هتحط الملف بتاع حضرتك مش هتغير الاسم بس لا ده انتهو بالشكل ده ده التوصيف المختصر اللي هو توزيع المقرر على الاسابيع والدرجات الى اخر هذه الامور يبقى حضرتك هتعمل ايه هنا حضرتك هتشيل ده الملف ده وتحط الملف بتاع نموذك توزيع توصيف المقتصر لو ما عندكش النموذك يبقى هتستخدم النموذك بتاعي ده هتشيل توزيع بتاعي الحاجات اللي انا مليها وتحط الحاجات اللي بتقص حضرتك. واخيرا المراجع اهو انا ببطل مساهل على حضرتك اهو هنا اللي حيتغير لو حضرتك هتستخدم الورقة بتاعتي دي يبقى حضرتك هتغير الصف اللي فوق ده هتغير مكرر طحالب باسم مكرر حضرتك ورمزه والمستوى اللي انت بتدارس فيه اللي هو المستوى التالت او كزا خلاص والفصل الدراسي زي ما هو وطبعا هيتشال اسم التوقيع ده هيتشال بيبقى عامل زي صورة بالشكل ده كده اهو فانا بشيل التوقعات بتاعتي لص حضرتك هتحط التوقيع بتاعك وطبعا دي عبارة عن صورة اللي صورها وحطها او اكتبها زي ما حضرتك عايز دي حاجة ترجع لحضرتك بقى يبقى كده الخمس مجلدات اللي تحت الاولا دي خالص نيجي رقم اتنين بنفتحها بالشكل كده بنلاقي حاجة اسمها اونها مصفوفة الاهداف اللي هدف اللي هي اهي اهداف المقرر انا حط اطلاف ده كل حاجة and what important اللي هيتغير هيتغير لحتحتك المصفوفة دي حتتتغير تحط المصفوفة للتخص حضرتك اسم المقرر ده حيتغير اللي هو الحاجة اللي زي تخص حضرتك انا هو اسمي تحت حضرتك والتوقيع توقيع حضرتك وطبعا ده كله هيتغير اللي هو القتبة دي تم Lupح افget حصلح اللي انك عاملها يعني خلاص فدي المصفوفة بالشكل ده كده. المفتح هتخط اللي تخص حضرتك. طيب نقفل ده كده بالشكل ده. ده كده رقم اثنين. رقم تلاتة بيان معتمد. المجلس القسم من المصفوفة. اهو بالشكل ده. ده حضرتك بقى هتستخدم نموزك ده. امار هتغير في ايه ولا حاجة. هتغير اسم المقرر. اسم المقرر هيتغير. بالشكل ده في الصفحة الاولانية زي ما هو اسم المقرر اللي هيتغير. ننزل تحت شوية كده بيلاقي مصفوفة تانية بالمنزل ده كده. اسم حضرتك هيتحط مكان اسمي. والتوقيع خلاص. واسم المقرر ورمزه. يعني البيانات دي هي اللي هتتغير. وهتحط المصفوفة بتاعت حضرتك. الحاجة التالتة ادوات قياس المقر اجوات. طبعا هنا هيتغير ايه? هيتغير اسم المقرر. وهيتغير المستوى اللي حضرتك درستي فيه المقرر. اسم العضو حضرتك هتحط اسم حضرتك. التوقيع بتاع حضرتك هيتحط. هين? هنروح نمنى اربعة. دي مش هنوقف بقى فيها كتير. نمازج الاقتبارات. حضرتك بتكون دخلت بالسكنر. الشهري الاول. الشهري التاني. العملي المقرر بتاع حضرتك. والنزل. اجي اربع حاجات. يعني اربع اقتبارات. شهري اول. شهري تاني. طحالب. العملي. العملي والنزل. طب واحد ما عندوش عملي خلاص. مش هيبقى موجود. واحد عملي بتاع شهري واحد. خلاص هو حر. النمازج بتاعت الحاجة اللي تحطتها. يبقى الاختبارات ونمازج. انا عشر احضرت اربعة في اربع نمازج. هتحط تلاتة في تلات نمازج وهكذا. كراصات واعمال الطالبات. هتلاقي برضو هنا اتنين فلدلين. اعمال الطالبات بقى ازا كان جهد. ازا كان كوزات اسئلة سريعة. ازا كان اي نشاط بتحطه. والكراسات حضرتك بتبقى حاضرة اتنمازج. مختار في الشهري الاول. تلات كراسات. هتحطوهم هنا. تلات كراسات الشهري التاني. تلات كرصات العملي. تلت كرصات انظري. طبعا برضو حسب في عملي عندك بفيش في شهري واحد ما فيه اتنين شهري. دي حاجة ترجع لحضرتك. دي الكرصات. استبانة الطلبات. الطالبات بتكون بقى ازي هانا عندك فيها عملي نظري ما فيش بتبقى استبانة واحدة اللي هي زي كده اللي هي متعارفة عليه. الاستبانة الطلبات. اللي يهمك فيها ايه? ولا حاجة. هتيجي لالاخر كده خالص. اللي يهم حضرتك فيها المتوسط بتاع حضرتك في الاخر اهو ده المتوسط بتاعي انا التأدير ممتاز والمعدل بتاع حضرتك تسعة وتسعين وخمسة وستين فليهما حضرتك الكلمة اللي هنا ممتاز وان شاء الله كلكم ممتازين والتأدير اللي هنا ده هتحتاجوا ليه هتحتاجوا عشان لن بحقفل ده كده اهو وحوم جاي رايح هنا طبعا الاستبانة دي اللي هي بتاعت كده اللي حضرتها طبعتها اللي هي رئيسة القصر بعد التنبيه وانا بعدت تنبيه ان تتطبع اللي هي من تقارير المحاضر اثناء الاختبارات بفوت مش هتلاقيها دلوقتي تقارير المقرر بتلاقي حضرتك حطت فيه تلت فصول بالشكل ده كده متتالية اخرهم اللي هو التقارير بتاع المقرر عندك تقارير سابق هتستخدمه اما الايه اللي حتغير فيه بص كده معايا حضرتك ازا كان ان انت حطوا الفصل الاولاني اهي تأكد ان ده الفصل الاولاني فرست سيمستر الفرست سيمستر اللي قفصت الاولاني وطبعا بتحط اسمه حضرتك خلاص وتأكد ان السنة دي تغيرت يعني من اول هنا لهنا دول حضرتك تتأكد ان انت حتغيرهم طبعا والمستوى تتأكد منه فدول حيتغيروا في الصفحة الاولانية هنا طب وبعدين غير الصفحة الاولانية حضرتك بترجع هنا كده اللي حيتغير كمان ايه عدد السكاشن والطلبة الطلبة اللي خلنا في الفرقة بتاعة حضرتك يبقى دي الحاجة التانية اللي حتتغير الحاجة التالتة اللي حتتغير حتنزل تحت حت اللي هو الجادول ده الاعداد دي بالنسبة بتاعتها اللي هي حضرتك سلمتها مع التصحيح هي النسبة اللي حضرتك دي مفتر حضرتك انت عام علينها كلكم فحطت تحط في الجادول هنا يبقى اول صفحة كانت في العنوان خالص اهي بتتأكد حضرتك من البيانات دي حضرتك بتتأكد بعد كده من اعداد الطلبة خلاص اللي كامل المقرر وخلافه وبتحط النسبة بتاعت حضرتك فقط لا غير فقط لا غير خلاص اعتبار حضرتك عايز تعمل تعديل بقى دي حاجات خصك المهم تلك مستويات اللي هيبقى فيه التغيير اللي هو الحديث اللي هو ده بعد كده بيان المجلس لتوصيات التحسين في حاجة اسمها تقرير اللجنة الطلابية ده اللي أنا بعته لحضراتكم ها حبعته لحضراتكم حبعته لحضراتكم اللي هو رأي الطلاب في كل المقررات بتاعت حضراتكم خلاص في المقرر مش في حضرتك طبعا فالهو ازا كان فيه مشكلة يعني هنا مثلا فيه ايجابيات وفيه سلبيات لو فيه سلبيات يبقى حضرتك بترد عليها في توصيات التحسين بس فده هيتبعت لحضراتكم تقرير حول توصيات التحسين اهو ورضو هنا دي زي ما هي كده اللي هيتغير اسم المقرر حضرتك بتأكد انه هو اسم المقرر بتاع حضرتك اهو بالشكلة تانية هتتغير فيه لا ما فيش حاجة توصي هنا هيتغير برضو ايه اسم المقرر اهو ورمزه بالشكل ده خلاص وده كله خلاص جاهز هنا بقى ليه توصيات تحسين خطة عامة تحسين اجراءات المسي بها حضرتك لو عايز حاجات معينة مسلا زي ما انا كاتب كده بتقول اللي الوضع ايه وبتحط طبعا اسم حضرتك بتحط اسم حضرتك والتوقيع ويبقى كده انتهينا من التوصيات دي البيان بتاع التوصيات فيجي توصيات التحسين اللي فات كان تقرير دي بقى اللي هو مفصلة النسبة اللي انا قلت لحضرتك عليها فاكل حضرتك من استبيان الطالبات قلت لك اهم حاجة التأديل بتاع حضرتك ده والنسبة اللي هي دي فبتكتب تفسير النسبة بتاع حضرتك ان كان مسلا لو هي ممتازة وكذا حضرتك حيتكتب هنا انا حشيل اسمي وحشيل توقيعي حضرتك بتحطه في الاخر بالشكل ده كده حاجة توصيات التحسين بتاعة ربعمية واخداشر هي دي نفسها كات اللي فاتت حضرتك خد اي نموذج منهم اللي هو بالشكل ده كده ده اللي هو في محطوطها باعتنهولي للموذج الجديد حضرتك اسم المقرر بيتكتب هنا يعني اللي يهم حضرتك ده لو حيتغير عند حضرتك الاسم كان فيه توصيات تحسين توصيات تحسين بتاعة ايه الحاجة اللي فاتت يعني حضرتك في الترمي اللي فات كنت عامل توصيات تحسين فبتكتبها هنا انا كتب الاتنين دول اللي دول اللي انا كتبتهم السنة اللي فاتت الفصل الدراسي اللي فات طب تموا ولا ما تموش انا عندي هنا الحاجة الاولية دي ما تمتشي ليه كتب السبب الحاجة التانية تمت وكتب السبب بتاعها يبقى ده خاص بالعام الماضي نعم اللي فاتت اللي انا ليس شرحها من شوية دي بتاعة التفسيرات اللي انت كتبها بقى بتاعة العام القادم بمشيئة الله اخيرا بنيجي لتحليل الادوات اخلي ده كده لمساهل على حضرتك برضو البيانات فوق انا مغيرها خلاص اسم حضرتك هيتحط مكان اسمي المكان ده طبعا اهو وتوقيع حضرتك وطبعا اسم المقرر ورمزه والاسم اللي هي البيانات بتاعة الخانة دي كلها كان في حاجة بقى انت عايز تكتبها دي حاجة تخص المقرر بتاع حضرتك لانه ممكن يكون كتب ما يناسب المقرر بتاعي انا كده بيكون ملف الجودة اكتمل حضرتك بعد ما بتكمله بتتأكد من الحاجة اللي احنا قلناها في الاول اللي هي محتوى ملف المقرر بتتأكد انه كل حاجة مصبوطة وبتكمل البيانات بتاعة حضرتك يبقى كده حضرتك استكملت ملف الجودة بمشيئة الله حضرتك بتطلع برا كده بتاخد تحط اسطوانة وتنسخلي منها هذا وتحط عليها هذا المجلب اسطوانة بيكتب عليها ايه تلات حاجات بيكتب عليها جودة جودة ربعمية وحد عشر اهو الفصل الدراسي الماضي احياء تحتها حضرتك بتكتب اسم المقرر ورمزه تهى اسم حضرتك المكرر يعني دي الاسطوانة وبتتحط في الغلاف بتاعها بعد اذن حضرتك حد يقول لي ما عنديش غلاف حقول لي حطها في مظروف ما عنديش مظروف حضرتك حط ورقة ايه فور طبقها نصين وبعدين اربعة اربع هتبقى عاملة زي الجراب وحط اللي فيها الاسطوانة اضافة ان حضرتك الورقة دي هتتطبع الاخيرة دي اللي هي محتوىات الملف هتتطبع عشان تبقى مرفقة بالاسطوانة لان حضرتك هتبقى عامل صح او ولا بقى انت مسئول عندي ما يوجود في الاسطوانة وبتوقع لي تحت وعيد التسليم حابعتها لحظاتكم على الجروب بالاضافة الى رأي الطلاب في مقرر من المقررات حضرتكم مش في حضرتكم في المقررات بتاعت حضرتكم الورق ده انا هدخله على السكانر حالا وهبعته على الجروب لكل الخاص طبعا كل واحد هيبقى فيه التقريب بتاع الطلاب لمشيئة الله اشكركم شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله دلوقتي حلل ان شاء الله هقلس الفيديو هبعته لحضرتكم وهبعت لكم النسخة المضغوطة دي اللي هي عشان تفكوها وتقدم فيها اللي يخصكم يما تعبدل عليها او حضرتك تاخد بقى اللي يخصك منها اللي هو بتاع مجالس القسم وابتاع الى اخره هتقدون منها ان شاء الله شكرا جزيلا وبالتوفيق لجميع يا رب ان شاء الله اترككم في رعاية الله وامانه وكل فصل دراسي وحضرتكم بخير وبسعادة يا رب امين ونسألكم بالدعاء سلام عليكم